أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشن للدعاة الموثقة بوقوع انتهاكات جاسيمة لحقوق الإنسان لا تزال تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الأربية أوضح الخبراء أن المعلومات والتقارير الواردة لديهم تفيد بأن هناك نساء وفتيات فلسطينيات قد تعرضن للإعدام التعسفية في غزة في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة بما في ذلك أطفالهم كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات بما في ذلك المداهمات والمدافعات عن حقوق الإنسان وكذلك الصحفيات والمحاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي